في رياضة استهل المنتخب الجزائري نسخة الثالثة والعشرين من بطولة إفريقيا لألعاب القوى الجارية في الكاميرون بنيل ثلاث ميداليات وأحرز العداء العربي برعدة فهبية منافسة العشارة في الدورة التي يحتضنها ملعب جابومة بدوالة الكاميرونية فيما أعادت الفضية لمواطنه ضياء بدومة كما توجت الرياضية فاطمة الزهراء تطار بذهبية رمي المطرقة وتشارك الجزائر في موعد الدول الذي يختتم في سادس والعشرين جوان الجاري بعشرين رياضيا مع تسجيل غياب العدائين السجاتي ومولا وقواند بالإضافة إلى تريكي بسبب مشاركتهم في تجمع أوروبا في طار تحضيرهم للألعاب الأولمبية